ينضم إلينا من ريف حمام ورسلنا هناك عدي سطوف مرحبا بك عدي لو تطلعنا على تطورات الوضع الميداني فيما يتعلق بمعارك الثوار على جبهات ريف حمام نعم عدي هل أنت معنا؟ نعم مساء الخير مؤمن لك ولأسادة المشاهدين مشاهدي قناة دار الإيمان في الحقيقة معارك عنيفة يخضها الثوار والفصائل الأخرى في ريف حمام الشمالي والشرقي وباء الغربي أيضا انتصارات تتوالى في ريف حمام الشمالي في الحقيقة مؤمن نقاط استراتيجية بسطة الثوار سيطرتهم عليها اليوم من أهمها حاجز أو مدينة شيزر الاستراتيجية القريبة من مدينة محردي وحاجز القرامطة وحاجز شليوت أيضا قلعة شيزر الاستراتيجية أيضا تم السيطرة عليها اليوم من قبل الثوار معرزاف أيضا وكفر عميم وأشير أيضا اليوم تم السيطرة عليها منذ قليل بدأت فصائل أحرار الشام وأجناد الشام وفيلق الشام ومجيش النصر التابع للجيش السوري الحر تمهيدا مدفعيا على حواجز الحماميات وتل الصخر وبريديج في ريف حماء الشمالي في غرفة عمليات موازية لغرفة عمليات وقل عملو التي أطلقتها التحرير الشام منذ يومين وتم بها تحرير مدينة صوران عدي السؤال الآن الذي يطرحه جميع الاشتباكات تجري على أبواب مدينة قمحانة كيف هو الوضع هناك أيضا ما المعلومات التي تتواتر في صفوف أثوار حول الوضع داخل مدينة قمحانة نعم في الحقيقة مؤمن هناك اشتباكات عنيفة تدور الآن على أطراف مدينة قمحانة منذ قليل مؤمن تم أسر ما يقارب 130 عنصر لقوات النظام بعد حصارهم وقاموا بتسليم أنفسهم للجيش السوري الحر 130 عنصر بعتادهم الكامل على أطراف بلدة قمحانة أيضا الاشتباكات تدور بالقرب من مدينة حماء وبالضبط في قرية الإسكندرية التي تبعد عن مدينة حماء ما يقارب ثمانية كيلومترات أيضا قوات النظام تحاول اقتحام قرية كوكب في ريف حماء الشرقي ويقوم الثوار والمجهدون أيضا بتصدي لها بشراسة مؤمن في الحقيقة معارك ضارية جدا تدور في تلك المنطقة رحبة خطاب يقوم النظام يوميا باستهدافها بعد سيطرة الثوار عليها وبسبب وجود كم هائل من الذخائر والأسلحة الثقيلة والخفيفة في تلك الرحبة رحبة خطاب القريبة من مدينة خطاب التي بسطت الثوار سيطرتهم عليها البارحة نعم أثناء هذه التطورات العسكرية ما هو موقف الطيران أيضا لو تطلعنا على وضع المدنيين داخل ريف حماء الشمالي في الحقيقة مؤمن الطيران لا يهدأ باستهداف مواقع المدنيين في الحقيقة الجبهات مشتعلة ويقوم النظام باستهداف مواقع المدنيين والنقاط الطبية المدنيين الذين نزحوا من مناطق الاشتباكات يقوم طيران النظام بملاحقة دعني أقول ارتال المدنيين النازحين من هول المعارك التي تدور في تلك المنطقة يقوم باستهداف المدنيين في الحقيقة تخوف كبير مؤمن أيضا من ارتكاب النظام مجزرة بحق المدنيين في مدينة محردي حتى تكون ذريع له في المجتمع الدولي ويقوم حتى يقول أن هناك إرهابيون قاموا بالتخريب والعبث في مدينة محردي المدينة محردي هي التي تتبع للطائفة المسيحية أعلن اليوم جيش العزي والفصائل الأخرى أن مدينة محردي ليست هدفهم بل هم فقط يريدون السيطرة على الحواجز التي كانت تقوم بقصف المدنيين واستهداف المدنيين ومن أهمها حاجز دير محردي الذي كان يقوم باستهداف المدن والبلدات المجاورة بشكل عنيف في الحقيقة مؤمن هذا الهدف الرئيسي من محاصرة مدينة محردي ليس الهدف منها هو المدنيين أو استهداف المدنيين القاطنين في مدينة محردي نعم قبل أن أختم معك فقط لو تعطينا مجمل الخسار لدى قوات النظام والغنائم التي اختنمها الثوار نعم مؤمن في الحقيقة هناك قتلى في العشرات وأسرى أيضا في العشرات قتلى في المئات وأسرى بالعشرات لقوات النظام في المعارك الدائرة في الحقيقة في رحبة خطاب وفي مدينة خطاب أيضا وفي مدينة صوران اغتنم الثوار أكثر من عشرين آلية مدرعة بين دبابة وعربة بي ام بي وسيارات زيل بالإضافة إلى رشاشات مثبتة على سيارات دفع رباعي أيضا الثوار في ريف حماء الشمالي الغربي اليوم اغتنموا غنائم كثيرة في حاجز القرامطة ومدينة شيزر أيضا الاستراتيجية اغتنم الثوار فيها مدافع 57 ومدافع 37 أيضا بالإضافة إلى عربات بي ام بي ودبابات في الحقيقة مؤمن أيضا هناك بعض أو عدد من الضباط رفيعين المستوى لقو حتفهم في المعارك الدائرة في ريف حماء الشمالي شكرا جزيلا لك عدي سطوف مراسلنا في ريف حماء الشمالي